بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ننحل أسئلة الفصل صفحة 121 صفحة 121 الفصل الأول من وحدة علوم الأرض والفضاء مادة العلوم صف في الثامن مدارس الوطن العربي السؤال الأول بحكينا وضح المقصود بكل من الصدع والغلاف اللدن والطيع طبعا من الفيديوهات الماضية ومن الدروس الماضية قدرنا نعرف كل واحد على حدة فتعريف الصدع هو عبارة عن كسر يحدث في الصخر ويقسمه إلى كتلتين تتحرك عند مستوى الصدع إحدى الكتلتين بنسبة للأخرى طبعا شرحنا وحكينا إنه إذا تعرضت طبقات الصخرية لقوة خارجية سواء كانت بشرية أو طبيعية زي الزلازل والبركين فبتأثر على هاي الطبقات وبتقسمها إلى أزاء أو إلى كتل طبعا هدول الكتل هم جدار المعلق وجدار القدم أما ثاني تعريف وهو الغلاف اللدن حكينا الغلاف اللدن لما شرحنا درس الأرض وطبقاتها إنه هو بيجي أسفل غلاف الصخري طبعا أهم إشي إنه بيمتاد لنهاية السطر علوي وسخوره تتكون من مادة لدنة اسمه غلاف لدنة يعني سخوره من مواد لدنة يعني هشة أو طريقة أو أقل قصاوة من الغلاف الصخري أما بالنسبة للطية شو يعني الطية هي إنثناء الطبقات الصخرية اللدنة هو أهم إشي إنه كلمة اللدنة نتيجة تعرضها للقوة حكينا الطبقات الصخري إذا تعرضت لقوة أثرت عليها إما بتسلك سلوك الصدوع أو تسلك سلوك الطية طبعا هذا حسب نوع الصخور المكون لهاي الطبقات هذا بالنسبة كان لسؤال الأول أما بالنسبة للسؤال الثاني بيحكينا قارن بالرسم بين كل من ألف الصدع العادي والصدع العكسي طبعا أنا لنبدأ أقارن بين صدع العادي والصدع العكسي أهم إشي لازم أعرف إتجاه الصدع أو إتجاه جدار المعلق وجدار القدم فبطلع عندي هون الصدع العادي وشو بيفرق عن الصدع العكسي طبعا بلاحظ عندي هون مستوى مستوى الصدع وحكينا الكتلة الصخرية بتكون أسفل الصدع اللي هون هي عبارة عن جدار قدم بأن هاد جدار قدم هون جدار المعلق طبعا الجدار القدم نلاحظ إنه هو مرتفع أما الجدار المعلق لأسفل فلما يكون الجدار المعلق حركته لأسفل بالنسبة لجدار القدم إذا رح يكون صدع عادي فهيكا الرسمة أما بالنسبة لصدع العكسي طبعا نفس الرسمة بس إنه رح يكون جدار المعلق مرتفع لأعلى والجدار القدم طبعا نازل لأسفل تمام؟ هذا الفرق بين الصدع العادي وصدع العكسي أما بالنسبة بالطي المحدبة وطي المقعرة طبعا طي المحدبة بلاحظ أن طي المحدبة بيكون فيها التقوص أو اتجاه التقوص لا أعلى بينما الطي المقعرة بيكون اتجاه التقوص فيها إلى أسفل يعني هون بلاحظ هيك لأعلى التقوص بينما المقعرة لا أسفل السؤال الثالث بحكيلي أدرس البيانات الآتية جيدا ثم رتبها حسب تاريخ اكتشافها يعني عندي مجموعة من البيانات نشوفهم بعدين نرتبهم ألف بحكيلي وجود صفائح أرضية كبيرة وصغيرة با وجود مناطق مرتفعة وسط المحيط جيم اختلاف أعمار السخور على جانبي ظهر وسط المحيط دال وجود مسافات بين القارات على الرغم من التشابه بين حوافها الخارجية وها انتشار الزلازل والبركين حول حواف الصفائح طبعا عندي الخمس بيانات أنا هم مش مرتبين عشوائيا بدي أرتبهم طبعا من الأقضاء من الأحداث أو حسب تسلسل الأحداث اللي بتصير عندي طبعا لو بدي أبلش بالخطوة الأولى مين رح يكون واحد طبعا أول إش رح يكون ألف ليش؟ لأنه أول إش لازم يكون عندي صفائح أرضية كبيرة وصغيرة طيب الخطوة الثانية أو الترتيب الثاني رح يكون لنقطة دال يعني دال رح تكون اثنين ليش؟ طبعا بعد ما يكون عندي صفائح أرضية رح يكون مسافات بين القارات يعني رح تتباعد طبعا بالرغم من التشابه من حوافها الخارجية لما ذكرنا طبعا بالدرس انه زي أمريكا الجنوبية وقارات أو صفيحة أفريقيا طيب ثلاثة رح تكون لبا لأنه وجود مناطق مرتفعة في وسط المحيط حكينا ليش؟ لأنه بصير عندي اندفاعات للماغمة والبراكين في وسط المحيط أما أربعة رح تكون لجين لأنه رح يكون عندي اختلاف أعمار السخور على جانبي ظهر وسط المحيط حكينا كل ما بعدنا عن منطقة وسط المحيط بلاحظ أنه نوع أو أعمار السخور رح تكون أعمارها أكبر بكتير من الموجودة في الوسط بالضبط أما ها وهي خامس نقطة والأخيرة انتشار الزلازل والبراكين حول حواف الصفائح تمام؟ إذن الترتيب رح يكون عندي ألف دال باجيم ها زي ما إحنا شايفين أما بالنسبة للسؤال الرابع طبعا بحكي لي صمم مجسمة طبعا هذا يتراك للطالب أما بالنسبة للسؤال الخامس بحكي لي أكمل الخريطة المفاهمية الآتية عندي خريطة طبعا لازم أعبيها بالمصطلحات والبيانات المطلوبة طبعا طبقات صخرية مكونة من؟ مقسومة لقسمين أول إشي عندي صخور هشة تأثرت بقوة أدت إلى في عندي صخور لدنة تأثرت بقوة أدت إلى لما تكون صخور هشة طبعا الهشة يعني ضعيفة فرح يأثر إلى أو تؤدي إلى كسرها إذا ها رح يكون كسرها طبعا لما تتكسر الصخور إش دو ينتج عنها أكيد إش طبيعي رح ينتج عنها صدع أو صدوع طبعا صدوع حكينا ثلاث أنواع صدع صدع عادي وصدع عكسي وصدع جانبي تمام أما بالنسبة لصخور اللدنة اللي تأثرت بقوة أدت إلى انثنائها يعني صلها انثناء ينتج منها طبعا لما يصير لصخور انثناء نعم سميها الطية أو الطياط توصلنا في إلا حكيناها قبل شوي بالسؤال التاني طية محدبة وطية مقعرة بهيك طبعا بهذا السؤال قدرنا نعمل ملخص للوحدة بشكل أو للفصل الأول من الوحدة بشكل خفيف طبعا هاي هيك بتكون نهاية أسئلة الفصل وإن شاء الله نكون استفدنا ويعطيكم العافية شكرا